السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعين كرام متابعي جديد أحوال الطقس وجديد تحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس إذن بحول الله تعالى وقوته سنسجل اضطراب بحول الله تعالى ابتداء من التاسع من شهر جوان وسنسجل أيضا سحب قوية أمطار على المناطق الغربية الوسطى والشرقية تقريبا ابتداء من السبت الثامن من جوان إلى الأحدى التاسع من جوان ويتواصل لعدة أيام بحول الله تعالى أيضا المناطق الصحراوية نحية تمرست وليت إليزي معنية بأمطار ستكون معتبرة بحول الله تعالى هنا كما نتابع معكم في الصورة ستكون الأجواء غائمة بحول الله تعالى ماطرة على المناطق الغربية الساحلية ابتداء من الأحدى التاسع من شهر جوان إلى أيضا تقريبا أجواء غائمة وبعض الأمطار على المناطق الشرقية الأحد أيضا ليلا بحول الله تعالى التاسع من جوان ستشهد المناطق الوسطى بعض الأمطار الرعدية إن شاء الله إلى غاية الاثنين أين ستكون أيضا الأمطار حاضرة على الهضاب العليا وليت سطيف برج بورريش أيضا منطقة العلمة بالإضافة إلى الجلفة شمال الصحراء والواحات بحول الله تعالى الاثنين ستبقى الأجواء غائمة وماطرة بحول الله تعالى إلى غاية الثلاثة أين سنبقى نشهد غزارة في الأمطار خاصة على المناطق الغربية الساحلية بالإضافة إلى المناطق الوسطى إذن متابعنا كرام كانت هذه تقريبا نبذى عن المنخفض القادم بحول الله تعالى وتغيير جذري في أحوال التقص على المناطق الجزائرية دولة المغرب أيضا تونس بحول الله تعالى أمطار رعدية ستكون غزيرة في بعض الأحيان إن شاء الله إذن سنفصل مع اقتراب المدة سنفصل في المناطق المعنية بالأمطار أيضا سنفصل في المناطق المعنية بالرياح القوية ودرجة الحرارة المرتفعة الأيام القليلة القادمة إذن تابعونا وكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته